موسيقى أهلا وسهلا ببديدون مدري ليش اسمها بديدون بنا نعرف ليش اسمها بديدون بس لحوه رفيق ها وهو دي ليمون حامود أنا ما شفتهم أقول لي بس رفيق بجبلة ما فيني لكم لمين بدي أعطيها اليوم ها وها أنا بدي أكل شاقفة اللب تبعها وانتبهوا قد ما فينا مواد حيوانية لا ولا 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 ومن بعد ساعة ستة ما تكلوا شي شوفوا شو بصير يعني هادي هادي الجسم ما نغسيلي أنا نيمة وهو لو أكلتي جازرة ولا خيارة يعني دوارتي الغسيلي على هادي من بعد ساعة أربع الحمد لله واجبتين بالنهار الصبح والظهر وخلصنا لو قيمات فإذا نغذائكم دوائكم ودوائكم وغذائكم والصحة الصحوي هلأ بدنا صحوي هلأ الصحوي يا شباب هلأ عم تيجي الأمراض شباب بالعشرينيات معي معي هاك معي هاك معي هاك معي بولا مدرشو أمراض وأسمي وأسمي كل كذبة بدك كذبة أكبر تفضيك كذبة أكبر كذبة أكبر شو بنعمل صرتوا تعرفوا ما تسألوني اللي بيسألني الجواب بالقلب وبالسئل نعم ام ايمان الصحقيقية هي كانت تخدم فاطمة الزهراء صرت تعرفوا ليش اسمها فاطمة الزهراء لأنه كل لحظة فيها موت وقيمة كل لحظة ماتت فاطمة ما ماتت تعرفوا إنه راح تسبقتنا بتروح ام ايمان وبتمشي بها الصحراء آه عطشت كتير قالت له أنا ايمان ام ايمان ايمان ابني وميت وبس أنا كنت أخدمها لفاطمة الزهراء دخيلك عموت من العطش نكبسة المي سبع سنين ام ايمان ما عرفت لا الاكل ولا المي تعجبوا عرفوا إنه هيدا هو المن والسلوة نحن نحن على ممر تحرز يا أخوتي نقتل بعضنا بنعمل حروب شو السبب شن هيك الحشي عيش أحلى شي وأبو العبد وأبو الصيف وهو بس بدنا نعرف من ورا هالنكة الحلوة المهزبة اللطيفة إلى معنى بحياتنا لها معنى عم بيقلي هل محشش ولك شو السبب ثلاثة ختيارية هون وثلاثة أصحاب هون فرد قهوة ها ثلاثة أصحاب يعدين عم يشربوا هيك وهو ثلاثة الختيارية عم يحكيهم بيسبهم مدرشهم مدرشهم واحد من ها ثلاثة شباب أباعت معه يعنى قالوا دادي مطفي وعد تكتر حكيهم رو على البيت قالوا نهي باية قالوا نهي منين ها الغت يارية عم يسبوا بوليدهم هي سكران وهي سكران بس هيدا سكران وغيشي وماشي ما معه خبر وهيدا سكران بعده صاحي بس يلي بيسكر أحلى من هي وأحلى من هي قال الإمام علي بخمرة الله عنده العشق الاليه الكوني مش هناك ما في يحكي لأنه شو بدي يخبرك عن شو بدي يحكي شو ما حكي كذب بس إذا مشيت حده وتطلع فيك العين بالعين والسن بالسن مش هي السن كل كلمة قال العلم تتما تقولي هك أنا بسوفيك تفتح البصيرة اللي عنده عشق يا عاشق الله البصرة تزول بصيرتك لا تزول أشعلك أميرا على بصيرتك كلنا هلأ في كتير ولاد عندهم هالكشف الإله بس مين عم بيسمع له ومين عم بيهتم إنه حقيقة بره دغري الأم والبي بيعدوا بالبيت وهو بياخده وبيصرفوا على الأم والبي وهيك تجي كريشنا مرته عمره ثمان سنين ضبت اللعبة والشنطة انتبهت أمه هنود بيعرفه واجت مادام بلوفاتسكي اللي بدي أخد خي معي قالت له بتعرف إنه لكون عم رحت عشر سنة وبيموت بصير دخي وكريشنا مورتي كنت حده ورحت اشتاق طبخ له هو طبخنا نظفت البيت نظاف إني بس كراكرز من كركبين كتير صر مي برا وبدلتين وبس كلهن حبوا أكلي قلت لهن احنا ما عنا كتاب طبخ وكلنا بلادي الشام واليمن ما حدا في عنده كتاب طبخ انت شو بقي أكل من المبقى ريح خلاص شو الموسم مما يليك يا حبيبي شو الفرق بيقول بين سفينة نوح وسفينة العلماء شو عمل أرخاميدس وقعد بالماء وقام عريين ويركد يوريكا 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 يعني الايتا 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 ووصل لعند الملك كلهنك شفوه عارفوا انه هو عالم كبير يعني قال لهن هاي السفينة بتفوت فيها الماء بتغرأ بس سفينة يلي نوح مو من كل شيء ذكروا أنتا هيدا العلم لأله بداية ولأله نهاية بس اللي ما بيعرف بهالعلم ما تحكوا أبدا كل النيوزليترز يلي هلأ بتجيك على الانترنت ما تحكوا صحة أبدا عم تقتلوا الناس عصري بنادورة وشربة هيدا فاريين انتبهوا في عالم كان يصحوا عنده السرطان واحد بالمية لأنه يعطيهم يكون واحد بالمية ذكر السرطان بس السرطان تسعة وتسعين بالمية أنتا ما فيك بدك تعرف ذكره أنتا كل يوم قد ما فيكن أمح شعير رز كامل ترى الحنطة الكاملة اللي من بلدك في أمل عندي أنه أعمل شي بالسودان لأنه عندهم أكل أحلى شافي كلها بالسودان والقبب اللي عندهم حلو كتير كل واحد ما هيك بيعطيك كوخ بس بدنا نشيل الشيطان يعني ليش عم بتزيد الأمراض إذا ما بدي بس عبادك الصالحين هودق ليل شوفوا أي بلد مستعدين إنكم تشفوا شيلوا الأمراض لأنه أجل زسد مريض كل الوقت ما نفكر بالمرض أنا هون موجوعان ما بعرف لاش وهذا ابني هاك وهذا ابني هاك وهذا ابني هاك وهناك كهدي الهانة التكاثر ما بقى عم فينا نسمع هالصوت وهالصمت وهالسكين اللي بالقلب يجوا لعندي ناس من الجزائر ومن تونس وحالات مستعصية رجعوا ع بلدهم رجعوا حفيت ع السفارة الأمريكانيين قالت لهم السفارات هيدا العلم بس للأمريكان مش لكم هلأ ببيتهم بالسر كيتم عند الحق شيطان أخراس كل لحب يخبر التاني شوي شوي هلأ بلبنان كل الضيعة ما حدا بيقدر يعني هون رفيق معي هلأ ورا الكاميرا أمه بسموه الشيخة بديدون وملاده يعني أحفادها وكلهم بس حاليا مراد هي بتجيب له زعتر هي بتسلق له وهي بتعميه هاكل هيك كنا بالضيعة ما كان في شي اسمه دواء كان في طبيب واحد هو خي أمي خالي لكل بلاد الكورة والبترون يقولوا بس نشوفك من الصح ياش حايدة إلا ما تاكل منها ما تاكلوا منها وقفوا الأكل وعندين إجا السكر وجه هاك صار في أنطوبيل وإجيت الأمراض تلعى شوفوا بلاد الكورة والبترون ما فيه يا الله كن شاهدا قبل أن تكون مجاهدا شو حلوة على شو بد يكون أشهدهم أنت الشهيدة هي اللي عم بيصير ما تتعطوا معهم أبدا نعزيل هيدا شهيد لا مانه شهيد القاتل والمقتول شو عرفك إنه هو شهيد يعني هل شققت قلبه؟ انت بو ما حدا يعطي عن فلين تحكي أبدا كلمة ما بعرف حلوة كتير أنت أعرف هلأ في شي عم بيصير بي لبنان اسمه كوتشينج يعني هاي بتعلمك كيف لازم تغمر مرتك وصحبتك أو أولادك هلأ هون وصلنا بتفوت على البانك بتعلمون كيف يكونوا هيك يغمروا بعضون كيف يغنج أولاده كيف أنا كوتشر أنا كيف تقبلوا هيك؟ الجنين مين علموا يكبر هون؟ ليش بيخلقوا بالليل؟ أكتريتهم أمه بيفتح وبيطلع بتربطة بتكفي شغلة تحت الشجرة صار بده إني علمك كيف تعملي بشعراتك هاي كل من ع الشاشات هاشاشة بكل أمة العرب أخطر اتنين بأمي العرب محمد كيلاني ومريم نور أكتر ألوه وعن بيضل يقولوا ما في جريدي ما في مجلي ما في حدا إلا دخيلي كمريم كانوا يحطوا هالعلم ما تحطوا اسمه إذا بترو عند مريم نور ما منعود يا الله ما تجوا لعندي عادوا تقروا من يعيزي حدا أبدا حلا كلمي قاله أبو بكر من آمن بمحمد محمد مات من آمن بالله الله خلاص لقعد مع الله ما بده عبد الله يا الله بدك تشوف شو الفرق بين تلاقي ماستر يعني سيد مرشد مش معلم يعلمك واحد واحد اتنين ما بدي هنا ما بدي استيز يعني ما بدي معلين ما بدي مدرسة بدي هالمرشد يلي ما بيخليني إلحقه بيعلمني كيف يفوت لجوا متل الشمعة قد ما كانت غالية وما في فتيلة ما إلا قيمة شمعة بلا فتيلة بدي شمعة تكون رخيصة ماشي بس المهم بالفتيلة هي اللي بتفتول هي اللي بتضوي شو نفع إنسان شفت وحدة ما صدقت ثلاثة ثلاث بصينة كله سيليكون بالستين عمره بتبين ثمنتعش وهالبرد وهالعاصفة ولبسة قصير وبلا كمان هي بالإعلام ها اللي بالبناء وأرمانية كده ما بتستحق بس ما منا عارفة كنت عنا ويها بمحل قالوا ليش بهدلتيا يعني تركيا ما بقدر اسكت هالا عم بتعلم شوي إنه عيوني بالأرض وما ترده بس ما فيني اسكت وقت اللي بلاقي ولد بيه وخي بيه عم بيغتصبه وقت اللي بلاقي في شي قلت الله لمره كم يو أنت حبي قالت لي بعد جاوزي منه عارف كيف عرفته ما خبرته قلت له منك منه حبلي يا عضراء أنا زبار هالأصاب المسيحية قلت له ما في يجيبوا لي بيه يعني عدوا تقرؤ من سمائهم تعرفونهم لجمة بك الزيب فينا عيال الله أول صورة إلي هي النطفة هاي صورتي خلاص أنا خلفتك من قلبي يا ماما مش من جسمي من قلبي مش تروح تفتش في كتار هلا بيفتشوا على أمون وعلى بيونوا أمك وبايك فيك نعم نعم كل واحد منا وقت بتشوف إن في عندك عقدة انت عقدتها متل ما عقدت العقدة رجع حلا مش تشدوا هايك فيها كرميلا فإذا هالعقدة العقيدة اللي عندك إيها هي من جوه طلعت فوت لجوه وشيلا ما بدي نظامه ما بدي قانونه ما بدي هنا ما بدي هالعقاد أنا عندي الحل الحوفية قبل ما أرحل وإنحل بلاقي الحل العرب بفتشوا على الحل الحل ميت نعم بتعرفوا هي الكلب بس واعي الصبح و لو أحاله جبولي جمل خيال كبير صار يصغر 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 إجاد ظهر وليك عم يسرصوروا له اللي بنملك عشان هيك أول أدام بعد برج بابل ارتفع من ظهر قال له أريحنا مش قدي أريحنا هيك فيها راحة هالمسيحة هيدا كل الأكوان إلك كل شي بتشوفوا هيدا إلك لاشي بلك تعمر بنيات وأبراج حوفات عرات كمان هيك عم تظهر عورتك للناس بيحترموك لأن معك مصاري احترامي للحرامة يا الله ما تفتش على عدوك دخيلك منه بره لحوي جوه تعرفوه هاي القصة حلوي كتير كل الأعصافير برد هون بقى ننزل بصار أي لود يعني قالون أنا هون بدي ضلوا بعيش بالتلج برد 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 ما ايدي رح يموت من البرد آه رح بتمرق بقرة بتعملها عليه بيدفع بيدفع بصير يغني بتمرق لبسينة بتنظفه وبتاكله مش كل واحد بيوصخك يعني هيدا عدوك مش كل واحد بينظف لك الوصيخة هيدا صديقك انتبه انتبه من العدو ومن الصديق والأقارب عقارب كلهم انتبه هدون كون وحدك فرادا قتيتهم فرادا تعيشون وفرادا ترحلون إذا عنا جماعة جار للجار لو جار أنا هون انت هون انت هون أنا حلمي يكون في جماعة بالأردن مع محمد كيلاني ما بيترك بس هلا كمان بي لبنان رح يكون بالخنشارة وما بترك ما زال فينا عندي كوخ لأليو وعنا هدف انه نشيله الأمراض بس مش أنا بشدك تعال هون لا اللي بتحب تكون ما عنده مرض ما بتيخد دواء تا 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 أهل وصلا ما في دواء غذائكم دواءكم خذوا كله هذا هو جسدي واشربوا هذا هو دمي وهي منطق أنتون سعادة يعني ما عنده فرق بين القرآن والإنجيل والشجرة والإنسان وكلهو شيء علم المربع كيف قدرنا نقتل هيك مستنرين ما فيك تقتلهم كأنا عم تقوس النور هو صار نور من نور قال شكرا نعم يا الله يا حبيبي في اشياء كتير ما فيني أولى بس عم بحطها هلأ بالكتب وإن شاء الله على اليوتيوب بدي حط السلام عليكم في سبيس بالإنجليزي والسلام عليكم وكل شيء ممنوع بدي يحطه إنه نقدر نحكي بعلم بفهم بأدب بدون ما نقذي الشر لا تركه للشر تعلم منه هيدا عنده تجارة بالإدوية هيدا عنده تجارة هيقد انت قوي حالك انت قوي شمعتك بتصير تحبه بتحول الشر إلى خير بتحول الشيطان من الرجمينة إلى الرحمينة كلنا منتعلم قالوا منين تعلمت الأدب من قليل الأدب بس مش كل يوم بدي واقع بنفس الجورة مرة بتواقع بالجورة خلص بعدين تطلع فيها لا بقت تروح لهون فقد مرة شفت الجورة هوني روح عند رئيس البلدية وقال له هون في جورة نعم يا الله شفوا بكل سجل في حيط وين هالحيط أنا حطته جوا شيلوا هالحطان مش نعمل شبابيك وبردية طير ولا بتضلع بها البرواس البيتي الوحيد يمكن بلبنان بالأمة العرب ما عندي بردية بس فيش ببيك بس كلها زر ريعة بتشت الدنيا بتصقيهم ما صقي اللي جوا بضل القواديم موجودين فتشوا عليهم فتش علي أحسن منك بتعرفوا هيدا اللي برد وثلج و ما كان حدا ينايموا عندون هيدا سن هيدا شي عيدا كاتولي كده بيقلوا الخوري فوت نام عنده نام ها والخوري نام بتلوظة فاق باحت شوية الخوري شام ريحت حطب نزلوا شو عملت قالوا حرق تات مسائل المسيح قالوا المسيح ياللي جوا بردين عمار الخوري شايفوا فهمين هاقتوا قالوا هلا بس بس أنا بدروح على الكنيسة وبدحكي عن المحبة وانت بتروح شوي نزل ملاقه السبب رايح الأبونا على الكنيسة يلقاه قاعد بره بيعمل هيك للثلج قالوا ليس عندي عملهم قالوا أم بشكر الثلج لأنه الله عم بيحكيني من خلال الثلجة الله عم بيحكيني من خلال حطب عندك الله عم بيحكيني من خلالك قالوا شو تروح أحكي بالكنيسة ما بقى أعرف بس يالله هاي شغلته وراه هنه ضحية الجهل كله كلنا هيك إجا الشاخ فيتعال مدرسة يقلون وينوي الله هرب همي واحد على البيت قال لي يا أمي مفكر أنه أنا أقتلت الله دخيلة كامية ما بدي روح على هالمدرسة اليوم أكتر المدرس عم تتسكر بأميركا وخبرت أنه المطاعم وكلهم لأنه الكذبة ما ضايم ولكن عم بيزيد التجارة فإذا أنا عم نتاجر بالإنسان عم نتاجر بولادنا بصحتنا كلنا ضحية الجهل ما بعرف شو بدنا نعمل ما في واحد كل يوم كان يجي ويشرب ليش بتشرب ثلاث كسات وليه قال له هيدا خي وهيدا خي وهيدا أنا بعد مدي اللي عم تشرب كسات يمجي بميت خيوه سكتو عش تسألوه يجو سألو قالوا له الله يرحموه هاي قال له لا ما ميت بس أنا بطلت الشرب بس بس أخوتها اللي عم بيشربو بطلت بلقو حجي يعني بطلت بس إنسان في واحد هيك راح قال له علي 1980 يبيع خمرة يعطينا سته واحد اثنين تلائته أربع خمسه ست كسات فضل والزيادة لالك شرم واحد طولت شربت ثلاث تتتطDING تتطلب thin قالوا له ello طيب شربت ثلاث تتتطلت قال ما لوا الدكتور قال لي انو هيك فرد فرد فرادا قطيتهم شرب كيس النابر وان والثلاثة والخمسة فهمة هيك ما بدو هو ديك مذكر يعني بدو هيك هاللي فرد فيك تشرب كل واحد بيفسره عزوقه نعم يا الله مرة عملوا حفلة كل الحيوانات ودعيوا هالناس وهيك هادي قصص رمزية بعدين هالناس قالوا له ان طيب عم بيكذبو ها حكي اشي حلوي كتير بس انو هايدي اكبر من الامر والشمس اكبر من النجمة والنجمة بدرشوه والفيل اصغر من الصرصوره لي عم بيكذبو قالوا هايدي الوحيد اللي تعلموها من الانسان الحيوانات بتكذب تعلمت من الانسان كين بيكذب وبيعمل خطابياته بعدين منزقف له يعني ومسكوت نبير نعم يا الله يا حبيب تعرفون ومهضمين يعني كلهم الوليد قال بتقلو اللي معلمة قلو الوليدك بضل قلو كسلينين قلو بلينين مرة نيكوتين ها مالتين شو هي نيكوتين يعني شو بدك بالتين كلمات يلي الى معاني ويلي بيشوفها الحشيش وبيشوفها المهضوم وبتصير اه تلاقي حالك عم تضحك لو ش عم نتخنق قولي لها النكتي مهضومة كين يكتبعت السيارات يصطف له عم نتخنق يصطف له يا خيه شو بدي فيهم حلو كتير ما فيك تغير العالم بك تغير حالك بس كل يوم شو عم تعملت تغير حالك كل واحد منا يا الله يلي ضاع جوزة وراحت لعند البوليس وصارت تعطي مواصفات جوزة قالت لما مدادة تاسمت لوك لا كدس باية مشاكس كده نبري مين بده اياه يلي اول مرة ابو العبد اخد عبد وراح شو هي باية هاي دي هاي بيروت العاصمة ها بناية وفيها انسانسير وجيت مرة كبيرة بالعمر وطلعت بالانسانسير ونزلت وحدة صبية قال له باية شو هي قال له ما بعرف روحش بإنك إنك شو هي بتطلع ختيارة وبتنزل صبية دايما الاشياء جديدة لنا منفسرها ومنفهمها عزقنا مشان هيك كل الادوي اليوم يلي عم تنحط الأجزاء انتبهوا شيل الداء والدواء بالغذاء غذائكم دوائكم ودوائكم غذائكم بس من هو هالإنسان اللي بد يفتش بهالغذاء بد يكون عندك نعم هالغذاء بداخلي تكون زكي وبتفهم وهيدا العلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة